اشتركوا في القناة اعمالها الكترونيا لغاية الثامن والعشرين من الشهر الجالي انطلاق هذه الجائزة وفكرتها ايضا دع دول خليجة الى حذو حذو الجائزة واطلاق جواز مماثلة وتطورت تبلورت الفكرة ان تكون جائزة ايضا خليجية مثل ما نعرف ان الجهات الحكومية كلها متجهة نحو تقليم خدمات متميزة بطريقة الكترونية بوسائل مبتكرة فهذه تعتبر منصة وقناة حتى الجهات الحكومية تستطيع من خلالها انها تبرز ابداعاتها وتحصل تكريم المناسب والمطلوب من خلال الجهات